ألاك أحمد يقول أننا في بلاد ريسية ونعيش في قرية صغيرة ويوجد لدينا مسجد ينتقل معظم السكان إلى مكان ليس بعيد جدا ويصعد على اعتبار في السن أن نزول إلى هذا المسجد وأردنا أن نبني مسجدا قريبا لنا مع العلم أن المسجد الأول سيهجد فما الحكم فيما إذا فعنا ذلك وذاكم الله خيرا هذا السؤال وهذا العمل يجب أن يراجع فيه العلماء في بلدكم من القضاء أو وزارة الأوقاف للنظر في هذا الأمر وعمل ما يلزم لأن هذا نقل المسجد إلى مكان آخر أو بنى مسجد في قرب مسجد آخر لا بد فيه من نظر أهل الاختصاص وعمل ما يلزم نحو ذلك فلا نستطيع الآن أن نقول لكم افعلوا أو لا تفعلوا لأن هذا يحتاج إلى نظر من ذوي الاختصاص ووقوف على المكان ومعاينة للسكان حول المسجد الأول والمسجد الجديد الذي يريد الذي يراد إنشاؤه وعمل الأصلح يذكر أن الكبار الثانيين يستطيعون الوصول إلى هذا المسجد إلا بمساقة الشخصانة الذي يستطيع الوصول إلى المسجد ولو بمشاقة يصبر وهو على أجل بقوله صلى الله عليه وسلم بالأعمى الذي جاءه وذكر له ما يلاقي من المشقة بينه وبين المسجد ليس له قائد ملائنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته قال النبي صلى الله عليه وسلم له هل تسمعوا النداء؟ قال نعم قال أجل فإنما أجل لك نخص وكذلك بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذكر اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بصلاة الجماعة وحضور المساجد قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتاهه يهادى بين الرجلين حتى بقامة الصحابة ذكر عنهم يأتون بالرجل من لا يستطيع المشيء نفسه وإنما يمسكه رجلا ويقيمه في الصحابة أدل على أن المسلمين كان يستطيع الحضور لصلاة الجماعة ولو مع المشقة فإنه يصبر على ذلك وله في ذلك الأجر العظيم بارك أنه فيكم شيخ صالح إذن هناك مشقة تستطع ومشقة لا يستطعوا عليهم المشقة الذي لا يستطع كالنبي الطيب الذي لا يستطيع المشيء أو المقعد أو الذي يحول بينه وبين المسجد عدو أو سوع أو خوف محقق هذا يعظم ولهو المصلي في مكان